موسيقى كانت الفتاة المقدسية نورهان عواد ابنة السبعة عشر ربيعنا تأمل أن تدرس الهندسة بعد إنهائها تعليمها المدرسية ومن أجل هذا الحلم كانت تدخر من مصروفها لإكمال تعليمها الجامعية لكن حلمها تبدت بعد أن أصدر الاحتلال الإسرائيلية حكماً بسجنها لثلاثة عشر عاماً ونصف وفرض غرامة مالية عليها بثلاثين ألف شقل بالنسبة للحكم كثير كثير كان صدمة يعني ريت لو أنا لحد دين برح بسأل يعني بقى أخوها بحكي لها متأكد أنها نورهان عرفت الحكم بالمحكمة أقول لا ما أظنش عرفت لأنهم سحبوها يعني على طول حكيت عن لونها يعني كنت يضمها يعني لوننا عرفنا نحكي لها كلمة يعني تتمنيت بهذه اللحظة أنك يعني أنك تضميها توزيها يعني في زوية صغيرة بمنزلها في مخيم قلنديا وضعت هدايا نورهان التي أرسلتها من داخل سجنها لأشقائها وشقيقاتها السبعة وخطت أشواقها عليها طول الوقت ما تذكرتنا بالسجن إنها كونها بتسوي هدايا لكل واحد خاص نص وبترز اسمها إنها خلص بتهديها إلى خاص نص إنها مش لها حدا تاني وإنها بتظلهم الذكرى عطول إنها بتحاول تورجينا بالهدايا إنها هي من ذكرتنا إنها أنا بتحكي لها ناشيها بوجه هنا طبعا إنها رح نعيط هذا رح يكون موقفنا فبتحاول تورجينا موقفها بالهدايا اللي بتجيبهم تؤكد العائلة أن ابنتهم أخضعت لتحقيق قاسم طيلة الفترة السابقة وأنها ما تزال تعاني من آثار رصاصة استقرت في بطنها وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت الحكمة على نورهان بالأمسة بتهمة محاولة طعن مستوطنين في القدس نهاية العام الماضي مع قريبتها هدي العواد التي استشهدت على الفور من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة دعاء سيوري تلفزيون وطن